في تجاهل تام للمجتمع العربي وسلامة أفراده لتقوم وزارة الصحة الإسرائيلية بنشر تفاصيل ومعلومات كافية وكما يجب حول فيروس كورونا وحول أماكن تنقل المصابين به باللغة العربية مما أثار حفيظة العديد من المواطنين العرب كمان لازم يكون في تجديد أكثر من وزارة الصحة على مجتمعنا العرب وعشاطنا العربي يعني أنا بعرف أنه بأكثر من بلد فيه أهالي وطلاب كانوا مسافرين برية البلاد وإشي بالكلاسيكو ومش بالكلاسيكو وهون وهناك لازم يكون فيه تجديد أكثر أنا بقول طبعا لا لا ولا فاتوا على حجر ولا عبالوا حتى يعني مش شايف حتى بموقع الوزارة اللي طلعوا عشان الكورونا فيش لغة عربية حتى يعني فيه لغة فرنسية ولغة عبري وإنجليزية لغة عربية ما فيش أنا فت عن موقع شوفت طلعوا كمان زي أبليكاتسي تطبيق ما فيش لغة عربية شيلي إقصاء اللغة العربية لا ينبع من فراغ بحسب المواطنين العرب ويدرجونه ضمن سياسة تمييزية تتبعها حكومات إسرائيل منذ عقود لا تقتصر على وزارة الصحة وحسب بل تتفرع إلى مختلف الوزارات ويطالبون بتحرك عاجل من قبل رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيسة العرب للضغط من أجل تغيير هذا النهج المجحفي بحقهم إحنا بنحكي على صحة الإنسان والإنسان هو مش بس يهودي أو بيحكي باللغة العبرية والمفروض من وزارة الصحة أن تكون التوعي كلياتها بكل اللغات طبعا باللغة العربية باللغة الروسية باللغة الأمهرية لأن دولة إسرائيل فيها طبعا مواطنين اللي هن بيحكوا بعدة لغات ومش الكل المفروض يعرف اللغة العبرية وبذا بنيتني يحكي بالأصل اللغة العربية هي اللغة الغسمية حسب القانون لازم تكون التوعي أصلا باللغة العربية لكل مسؤول مش بس الوزارة الصحة من أعضاء الكنيسة العرب طبعا والمجالس المحلية اللي هي لازم تطالب في هذا الإشاء إحنا لما منرشح أعضاء كنيسة عربية عشان يطالبنا في شغلات اللي إحنا منقدرش نطالبها كمواطنين وقد توجه مركز عدالة مؤخرا باسم النائب سامي أبو شحادي برسالة مستعجلة إلى مدير وزارة الصحة يطالبه بالعمل الفوري على تنجيع كل المنصات الرقمية التابعة للوزارة وتزويدها بكافة المواد والمعلومات باللغة العربية على أمل الاستجابة إلى مطلبهم بأسرع وقت ممكن مما يساهم مساهمة جدية وفعالة في الحفاظ على سلامة وصحة أكثر من 20% من مواطني إسرائيل